قول إن مدرسة شغلت موفي لطيف وفي الفصل وقالت للولاد في الكلاس قالت لهم بصوا عشان تفرجوا على الفيلم ده هنقعد الولاد القصيرين قدام وبعدين الأطول فالأطول فالأطول بحيث الولاد الطوال يبقوا واقفين ورا فيش كراسي خالص هو الواقف من القصير للطويل وهتتفرجوا على الفيلم ده والفيلم مدته بس إيه خمس دايق مش طويل يعني مش هتتعبوا بس عشان الطويل الواقف ورا يقدر يشوف تمام؟ بدأ الفيلم بعد دقيقة من الفيلم دخل ولد الولد مش طويل فبالتالي ما فيش أماكن قدام خالص خالص بس رح قعد ورا لأن كل الأماكن القدام خالصانة فرح وقف ورا الولد مش شايف فامطلب من المدرسة كرسي عشان يشوف لأنه هو مش شايف عايز كرسي يقف عليه عشان يبقى طويل زي صحابه لما طلب من المدرسة كرسي المدرسة جابت له كرسي عشان يقف ويشوف الولاد التانيين اللي ورا طلبوا هم كمان كراسي واللي قدام طلبه كراسي واللي قدام طلبه كراسي وكله طلب كراسي زي الولد ده شمعنا الولد ده يعني بس اللي بقى عنده كراسي الولاد التانيين كمان عايزين كراسي وهنا هصلت المشكلة فيه ولاد شايفين المدرسة دي مش فار مش عدلة مش بتقول يعني فرقت قدت ولد كرسي وقدت البقية لولاد مش كراسي وعمرت مشكلة في الكلاس وفيه ولاد شايفين لأ حدق بقى ايه برأي كل حد فيكو وتقولولي انتو رأيوكو ايه نبدأ بليلي طيب هو لو قفيت عليه مثل ان هو ما يفعلش يجي متأخر لأ سيبك من قصة متأخر دي ده تلع في الاخر ان المدرسة دي عملة تريك اصلا المدرسة دي هي اللي مخبية الولد ده ودخلته عشان فيه درس مستفاد من القصة دي فسيبك من قصة ان هو دخل متأخر انا فهماك انت ما شاء الله عليك زكية انت كنت عايزة تقولي بما انه متأخر فيتعاقب بقى وكده صح لأ هو طلع الولد ده بتريك مع التيتشر يعني بس هو الوقت هو اقصر فبالتالي لما وقف وراء مش شايف هل من حق انه ياخد كرسي عشان يشوف ولا مش من حقه يعني عادي ممكن ياخد كرسي عادي انت رأيك ايه يا ماري يا كارمن رأيك ايه ان هو شون هو خد كرسي هو فيه ناس واقفه ورا فيه ناس قاعده ورا فمش هيشوفه لا هو قاعد في الاخر خالص فلما وقف على كرسي ما فيش حد وراه مش هيشوف هو تمام هو اخر صف واقف على كرسي فما فيش حد وراه بس زميله شايفين ليه هو اللي وااخد كرسي وهم مش واخدين كرسي شمعنى يعني لا مفروض انه هما يخلوهم قاعدين وهو يكون واقف يعني عادي انت شايفة المدرسات ترفت صح بس هو المفروض ان هو يحط الكرسي قدامه حط الكرسي قدامه مفيش مكان قدامه مفيش مكان خالص فاضطر يقعد وراه خالص وهو زغنان فمش شايف فاضطر يقف على كرسي عشان يشوف الشاشة لا حقه يقف ايه بقى؟ حقه يقف حقه؟ انت شايفة ايه يا مريومة؟ ان هو ممكن ان هو يستأذن الناس الكبارة ان هو يقف قدامهم عشان هو مش شايف با هو مفيش مكان ممكن يستأذنهم هاي هاي وبعدين طب الولاد اللي قدام خالص بصوا دلوقتي قصيرين خالص قدام وبعدين الاطول وبعدين الاطول وبعدين الاطول لغاية الطوال خالص واقفين وراه فكده الدنيا متقسمة صح تمام؟ مفيش اماكن خلاص كل واقف لازق في بعضه تمام؟ فيش غير مكان واحد وراه خالص تمام؟ فهمني مكان اللي وراه خالص دخل فيه الولد الولد ده قصير مش هيشوف لو فضل وراه خالص مش هيشوف لو زي ما انت ما بتقول يا مريم خدنا حد من اللي قدام حطناه وراه مش هيشوف برضه هنبقى ظلمنا اللي قدام ده فهو الولد ما عندهوش مكان غير وراه خالص ومضطر يفضل يا اما يفضل بقى من غير كورسي فما يشوفش يا اما المدرسة تعمل اللي هي عملته ده انها وقفته فوق كورسي هو من حق ان هو يقف فوق كورسي من حق ان يقف فوق كورسي؟ طب انت يا ليلي مش شايفة ان هما كده هما كمان من حقهم ان هما يبقى عندهم كراسي اش معنى هو؟ طب هو يعني ما يفعش يجيبوا حد مثلا طويل شوية يحطوه وراه يعني من الصف التاني ما هو القرادي اللي طوال ورا قرادي هما فعلا الطوال ورا يعني ما فيش اي مكان قدامه يعني هو ماشي هو كده مش فرقاوي بس عشان هو مش عارف يشوف فهلازم نجيبه كورسي طيب انت شايفة مش فرقاوي عشان ايه؟ عشان هو الوحيد اللي هو الوحيد كورسي وهم نفسهم في كورسي عايدين كورسي هما كمان اه بس هما عادي يعني ممكن يعني يبقى احسن شوية وخلاص يعني هو قصير اوكي طيب انا هحكيلكو بقى الهدف اللي التيتشر عملته والتريك اللي التيتشر عملته انتو شايفين ان التيتشر لما قدت الكورسي للولد قدته له عشان هو عايز كورسي ولا عشان هو محتاج كورسي عشان هو محتاج محتاج صح كارمن انت بدأت تفهمي الفكرة ما بين محتاج كورسي ولا عايز كورسي لا طيب اشتركوا في القناة